موسيقى المتابعة التواجد للنمر قطامي بن محمد بن ثاني السويدي بينما هناك في المركز الرابع وجود الناصي عبدالله بن حميد بن حارب المهيري انتقالنا إلى خامس المراكز تواجد جزيل يعقوب بن إفراهيم بن عبدالله البلوشي بينما على المركز السادس هنا انطلاقة شباب محمد بن صالح بن علي الحميري هناك على الجانب الآخر يتواجد على المركز السابع انطلاقة من مبلش محمد بن المربن حلوة الاشتبيه وعلى المركز الثامن يأتينا حشيم صالح بن هزيم بسيف المسروعي بينما في المركز التاسع نذهب مباشرة إلى وجود دابان علي بن سالم ابو ظفير العامري وهنا على المركز العاشر هو حبيب حمد بن سالم بوثم العامري هذه الأسماء التي تعلن هنا التواجد في هذا الانطلاق ماشاء الله شوط نشيط نشيط يحمل كل القوة والإثارة والتنافس على أرضية هذا الميدان عودة إلى المقدمة من يقود الصدارة كما نتابع وجود على المركز الأول الطياري عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري ماشاء الله الطياري بعيد التاريخ وايضا الإثارة دائما بهذا المسمى الذي أنجز والذي جاء من نسل أيضا قوة الهجن العربية الأصيلة هنا على المركز الثاني نعود مباشرة إلى اندفاع غالي محمد بن علي بن عيلان السبوسي بينما التدخل بوجود حبيب حمد بن سالم بوثم العامري الذي يقدم أيضا حبيب في هذا الشهوط تعود المركز الثالث لتواجد النمر قطامي بن محمد بن ثاني السويدي السلام المركز الرابع في رابع المراكز ناصي ناصي عبد الله بن حميد بن حارب المهيري الله 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 بينما في المركز الخامس يظهر حشيم صالح بن هزيم السيف المزروعي وعلى المركز السادس هناك غالي محمد بن علي بن عيلان السبوسي في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات سداسية المقدمة وماشاء الله أتابع الاندفاع وأستكمل أيضا المركز السابع في هذه اللحظات يأتينا ويصلنا ناصي أو شباب محمد بن صالح بن علي الحميري بينما هناك على المركز الثامن من خلال هذه الأسماء أرسلان سالم بسعيد بن مينانه يا السلام يا السلام المتحدي قادم أيضا على المركز التاسع مباشرة إلى مبلش محمد بن المر بن حلوة اللي اشتبيه هنا على المركز العاشر هذا هو ميزور محمد بن بطي بن يوعان الشامسي أسماءنا أيضا في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات إذن هنا مع الانطلاق مع التحديات في هذه اللحظات وأشوف الأسماء التي تحمل كل القوة والمنافسة الصدارة شوف الصدارة شوف المتصدر مع الانطلاق هو الطياري عبدالله بن هضبان بن مبارك العامري ما شاء الله سيطر على المقدمة والبداية الأولى 2 كيلو على نهاية هذا الشوط في هذا المسار ما شاء الله حتى التوقيت ممتاز حتى التوقيت ممتاز أشوف المركز الثاني أذهب مباشرة إلى حبيب حمد بن سالم بوثم العامري بينما المركز الثالث يظهر هنا النمرق طامي بن محمد بن ثاني السويد يا سلام بمحمد يا سلام بمحمد الله 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 المركز الرابع مع وجود هنا التحدي في هذه الانطلاق أرسلان ضياب بن محمد بن منانه يا سلام يقدم هذه الانطلاقات الشباب أيضا في تحدي وإثارة قادمون بقوة من خلال هذه الانطلاقات المركز الخامس هنا من يقترب على المركز الخامس مهيض أحمد بن سعيد بن سالم ملينيبي وهنا على المركز السادس نذهب مباشرة إلى وجود مخلاب مبارك بن سعيد بن سالم الزرعي بينما على المركز السابع تتقدم أيضا ويتقدم هنا الواصل عابر بن خلفان بن محمد الهام يا سلام تحية الغربية في هذه الأسماء المتميزة بينما على المركز الثامن يظهر هنا شاهين محمد بن علي بن محمد النيادي نستكمل المراكز ونحن هنا نطالع لحظات الانطلاق ونقترب من لوحة الإعلان التي سيكون أيضا في هذه اللحظات الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير ما شاء الله وتبارك الله الصدارة الطياري 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 على المركز الأول لا زال يقاتل عبدالله بن هضبان بن مبارك العامري ولكن المنافس في المركز الثاني النمر قطامي بن محمد بن ثاني السويدي يا السلام يا السلام هذا الشعار الذي سجل إنجازات بتحدي وإثارة ما شاء الله وتبارك الله المركز الثالث يصل أرسلان ذياب بن محمد بن منانه في هذه التحديات وفي المركز الرابع يا السلام على الواصل عابر بن خلفان بن محمد الهاملي الله وصل وصل الواصل وصلت الإثارة المركز الخامس الشاهين حمد بن علي بن محمد النيادي ما شاء الله وتبارك الله الكل تقدم الكل هذا الآن التغييرات واردة 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 الواصل وصل عابر بن خلفان بن محمد الهاملي ما شاء الله تحية وسلام بن محمد في هذا الاداء المميز اللي قدم الواصل حتى هذه اللحظات توقع أن هناك المنافس أيضا القوي الباقي في هذه التحدات النمر قطامي بن محمد بن ثاني السويدي ما شاء الله وتبارك الله الواصل من نمر الواصل من نمر من يحقق الانتصار من يفوز من ينقل السلام من ينقل السلام سلام يظفر السلام سلام يظفر السلام ما شاء الله وتبارك الله تهانينا عابر بن خلفان بن محمد الهاملي هو الواصل هو الواصل ما شاء الله وتبارك الله المركز الثاني النمر قطامي بن ثاني السويدي المركز الثالث شاهين بن علي محمد النيادي المركز الرابع يذهب إلى طياري عبدالله بن حضام بن مارك العامري وهناك الشلال لهم بسعد بن طالب المري هذه التحديات وهذه الانطلاقات وأعود مع هذه الانطلاقة هنا التوقيت هذا هو الواصل الواصل الشعار والتحية ايضا مع انطلاقة هذه اللحظات سبع دقائق ثلاثة ثلاثين ثانية وجزء واحد من الثاني سلام يا الظفر سلام وتحية لابو محمد مع هذا الاداء المميز ما شاء الله في انطلاقة عابر من خلفان محمد الهاملي المركز الثاني ما قصر بالاداء الجميل وايضا التحدي المثير كان هناك النمر قطعي محمد بن ثاني السويدي سبع دقائق اربعة ثلاثين ثانية وجزء واحد من الثانية ما شاء الله وتبارك الله ثانية والنموس المركز الثالث المركز الثالث شاهين وصل في المركز ثالث ثانية والنموس محمد بن علي بن محمد النيادي سبع دقائق سبع ثلاثين ثانية وثمانة من العجزة من الثاني تهارين والنم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفظ الكريم مشاهدين الكرام ينطلق الشوط الخامس والشوط الخامس اشتركوا في القناة